اشتركوا في القناة لكل واحد مننا كتير صبطوه كتير وقفوه كتير خلوه منجحش لكل واحد مننا عاوز يبدأ مشوار جديد وحلم جديد النهاردة احنا هنساعدكم و هنعرفكم ازاي الطريق و ازاي البداية و ازاي كل واحد مننا يحقق حلمه و يوصل لهدفه النهاردة بداية جديدة مع شخصية جديدة مع تفوق جديد مع انسان طار بجناحين جناح الشغل و جناح الحلم ما حلمش وسكت ولا اشتغل من غير ما يكون عنده حلم النهاردة معضفنا المتفوق النموذج اللي احنا نفسنا ولادنا كلهم و شابنا كلهم ازايه الاستاذ والضيف العزيز الاستاذ محمود العوضي ازايك استاذ محمود عامل ايه منورنا و مشرفنا احنا النهاردة يعتبر يعني احنا معنا حد سنه صغير سنك كم سنة ما 16 سنة 16 سنة اه عوزين بقى نتكلم و نعرف انت ايه قصة نجاحك في العملية التعليم يعني اعرفت ان انت من الناس المتفوقين دراسيا و موجود في المدرسة الصينية للمتفوقين في الاسم علي مدرسة الل?, المتفوقين لعلومة التكنولوجيا لالهم التكنولوجيا في الاسم علي اه المدرسة دي اعرفت ان هي بتاخد من مجموعة علي وفيها مجموعة من الطلبة المتفوقين أو المجموعة من الطلبة المتميزين علميا ودراسيا عاوزين نعرف بقى أنت إزاي وصلت وحققت النجاح دا تمام أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة أنا كنت في مدرسة عادي عربي زي أي حد كنت عادي في ابتدائي وعدادي بس أنا كنت أنا بحب أدخل بقى إيه بحب أسرش أكتر عن المسابقات وكنت بروح المكتبة كتير وكانت المدرسة بتساعدني وكان مدرسة دايما كل ما مدخل المسابقات كان هدفي دايما أخد مركز أول أو مركز ثاني كده مدرسة دايما كانت معايا كده لحد سنة ستة ابتدائي عرفت أن في مدرس في مصر اسمها مدرس متفوقين اللي أنا كنت أفكر فيها كان اسمها مدرس متفوقين عندي يعني أنت الحلم كان معاك وانت في ابتدائي من بداية خالص أن أنت عاوز تنجح وعاوز توصل لهدف وعاوز تعمل حاجة منو أنت في ابتدائي يعني لو إحنا قلنا التجارب اللي مرضت بيها بقى في ابتدائي وعدادي هي دي التجارب اللي إنت هتدع تمر بيها تفضل في سنة ابتدائي عرفت إن في مدرس متفوقين فقلت ليه ما أدخلهاش وصرش عنها أكتر وأعرفها هي إيه شروطها وكده وبعدين في قول عدادي عرفت إن فيه كان الدكتور إحمد زويل كان عمل مدرسة المتفوقين فصرشت عنها أكتر في تانية عرفت إن هم عملوا يعني أنت بس حاجة اللي تتنظر أنت كم أنت صغير طموحك وقدوتك والنموذج اللي أنت كنت تبصره الدكتور إحمد زويل مش نموذج تاني زي بعض الشاب أو زي بعض الأفضل أنت كان نموذج بتاعك أو كان الهدف بتاعك أو الشخصية اللي أنت شايفها طموح قدامك أو شايفها نفسك تبقى زيها كان الدكتور إحمد زويل طبعا تمام وبعدين بقى عرفت إن عملوا كذا مدرسة في مصر في كذا محافظة في إسماعيلية وفي أسليوت وفي القاهرة في أكتوبر والمعادي وكده في تالت أعدادي بقى كان في منهجنا في الإنجليش كان علينا المدرس دي اسمها مدرس التام طيب أنا عرفت إن أنت كنت حصل على مجموعة 99.5% في تالت أعدادي في مدرس متفوقين يعني أنت مفروض أنت بتنافس طلب أصلا مستوىهم العلمي ومستوى الذكاء عندهم عالي وطلبهم متفوقين أنت أصلا ومت في سدائي كمان وانت في المرحلة التدائية كان مجموعك عالي أنا كنت في سدائي وقد دائما بطلق الأول على المدرسة طيب ما شاء الله يعني أنت أصلا تفوق في سدائي لما جيت روحت أعدادي مع اختلاف الطلبة واختلاف البيئة واختلاف الطريقة التعليم كنت نفس النجاح فضلت محافظة عليه ونفس التميز فضلت محافظة عليه طيب أنت الفكرة جات لك إزاي يعني أنت لما أنت لما أنت دلوقتي شفت الدكتور أحمد زويل وفكرت أنك تكون متفوق وفكرت أنك أنت تروح مدارة السيتيم بتاعت متفوقين أنت يعني الفكرة جات لك إزاي أو أنت فكرت في ده إزاي هو أنا دائما بحب أعمل حاجة اللي أفيد بها مجتمعي أو مصر وكده فأنا شفت أحمد زويل بيعمل حاجات والناس كلها بيتكلم عنه فقلت ليه أنا مبقاش زي ففضلت بقى أسهرش إزاي بقى أسفر بره أو إزاي أكون كوالفاي في حاجة معينة وإزاي المكان اللي ساعدني أحقى حلم يعني أنت كان حلمك أنك أنت تكون في المدرسة دي برخمها برخم اتنين جبت فيها مجموعة عائلة 99.5% كان فيه اختبارات أصلا قبول اختبارات قدرات وعدت فيها ونجحت فيها ولم تمام إحنا هنقطع الكلام معنا مداخلة لأستاذ أصفا تفضلي سلام عليكم أزايك يا فاندن أنا أولا من أصفا أنا أصفا مصطفا اسمك إيه؟ مصطفى اسمك مصطفى ماشي أصفا مصطفى إزاي هك عامل إيه؟ الحمد لله تمام تفضل معاك شكرا للمصطفى شكرا للمصطفى لاتصرت قطع تمام طيب نرجع لكلامنا تاني أن أنت حصلت على المركز التاني على مصطفى محافظة الشرقية في الترم الأول في الشدق الألدية طيب يعني أنت مش كان هدفك بس أنك تخش في مدازة مصطفوخين ده أنا فكرت كمان تتفوق على الطلبة المتفوقين تمام تمام فحصلت على المركز التاني على المحافظة الشرقية وقارت الطالب المثالي برضه في المسابقة خабت فيها مركز أول يعني أنت كنت غير أن أنت كنت متفوق علميا ودراسيا خدت الطلب المثالي فيها مركز أول لماذا أنت أختاروك طلب مثالي؟ يعني إلي أنت كنت متميز فيه أخلاقيا وأدبيا أختاروك عشان طلب مثالي؟ هي كانت المدرسة مرشحاني الأول كان فيه في المدرسة المدرسة بترشح واحد واللي كان بساعدني أكثر أن أنا كنت أدخل مسابقات كتير وكنت بأخذ مراكز أولى وكنت بساعدني برضو أن أنا كنت أحبز قرآن كريم كامل وكنت برضو كنت جزء الرياضي كنت برضو كنت أخذ أحسن لعب وكده وكده دوري وكده وكنت بأخذ بطلوات مع النادي بتاعي وكده في المدرسة يعني أنت خدت مركز تاني وخدت مركز في التعليم وخدت مركز أول كطالب مثالي على محافظة محافظة الشرية وغير كده كمان كنت متفوق رياضيا كنت متفوق بقى في رياضة إيه؟ كرة القدم كرة القدم تمام وده كله ما اتطلقش أنك تنجح يعني كنت بتمارس سويتك لكرة القدم كرياضة ملتزم بحفظك للقرآن ملتزم بتعليمك طيب أعرفت أن أنت كمان لك في الاختراعات يعني خدت لقب المختلع الصغير عن اختراع بيعالج مشكلة نقص المياه عن طريق ريسايكليم طيب إحنا أو قعدت التدوير يعني إنت بقى إيه قصة مشكلة المياه معاك إنت فكرت في إيه؟ طب ما إحنا عندنا النيل وعندنا بحر وعندنا بحر ثاني ليه إنت فكرت في حاجة زي كده؟ حالة علشان مصر أو علشان العالم كله؟ أصلا جات لي كانت حاجة جاسمبل أنا طريبا كانت متنفذة بس قلت إيه أنشرها في مدرسة بتاعتي أو أنشرها في مصر بشكل عام هي كانت سيميوليشن كده أنت تستخدم المياه اللي احنا بنفس البيئة دينا أو الويستد من حطها في التويلت بدل المياه اللي احنا ناخدها من المياه نفسها يعني حاجة معادة تدويرها طبعا أنا بقى حد بيحبك وعوز أكلمك معناه الأستاذ حسن عبدالعظيم مدير مدرستك بستيم للغة أستنوا عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرك سيد حسن منورنا حضرتك أنا مش مدير المدرسة اللي هو فيها دلوقتي أنا مدير مدرسة كفر عطاء الله للتعليم الأساسي اللي كان محمود فيها السنة اللي فاتت في دلت عدالي تمام وإحنا المدرسة اللي قدمت لمحمود كل الدعم عشان يعمل المشروع اللي حضرتك بتكلم عليه ده أكيد أكيد محمود طالب متفوق ومتميز بس أنا بعتب عليه أنه هو المفروض كان في كلامه يذكر اسم المدرسة اللي قدمت له الدعم لأن محمود ده ابننا أكيد طبعا وإحنا بنتكلم عن مشواره التعليم كله ابتدائي وإعدادي محمود تم تكريمه حضرتك تمام محمود تم تكريمه في مكتب وكيل أول الوزارة اللي أستاذة فريدة مجاهد وأنا اللي خدته على إيدي وروح تكرم هناك تمام محمود عندنا فيه عدد من الأخبار اليوم ذكرت محمود طبعا فيها محمود طالب متطوق جدا ومتاز جدا ومهزب جدا ويعني فيه كل الصفات الجميلة اللي تؤهله أنه هو يتفوق أكثر وأكثر وإحنا بنشكركم كقناة جميلة خالص بتبرزهم النماذج الجميلة الشكر طبعا لحضرتك ده 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 سمرت تعبكم وصمرت شغلتكم يعني لا 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 يعني محمود ده يعني حضرتك والبرنامج شغال دلوقتي طبعا أنا عندي آآ فيه موجود عندي شاشة في المكتب ماشاء الله المفروض أن هي كاميرات للمدرسة وفي نفس الوقت لما نحب انشغالها تلفزيون بانشغالها تلفزيون تمام بعت جت طلب الثالثة عداد الموجودين حاليا أفواد كده ورتهم محمود هو موجود معك على البرنامج على أساس أنه هو يكون بالنسبة لهم هدف أكيد آآ يعني هو يكون بالنسبة لهم هدف وأنا بكلمهم وقلت لهم محمود مش أعلم من أي حد فيكم صحيح محمود طالب متفوق لازم كلك تكونوا متفوقين أكيد طبعا وإحنا منتظرين من حضرتك المزيد ومنتظرين من حضرتك طلبة كمان زي محمود يشرفون هنا في الفترات الجاية إن شاء الله يعني أكيد اللي طلع محمود حد عظيم وحد من نمازج المدرسين اللي احنا نتشرف هنا نتعلم منهم إحنا كمان يعني والله محمود ده نموذج رائع بنشكركم كل الشكر يا خناة وإحنا يعني مش عارفين نشكركم إزاي سلامي لمحمود بس يا محمود لما تقعد في أي برنامج أو في أي حاجة لازم تذكر المدرسة صاحبة الفضع اللي هي وقفت في ظهرك قدمت لك كل الدعم حطاك نموذج فريد من نوعه قدامه بنذكره دايما بالخير إلى الآن شكرا وسلامي لك يا محمود وعايز محمود يرد على السلام شكرا وسلامي لك يا رباني براك بحادك تفضل رد على أساس بتاعك أستاذ حسن الله يخليك وتاب معي كتير قوي من أول ما رحت المدرسة أصلا فهو كان دايما هو اللي بسعدني ودايما بقول المدرسة الكفر وعطاء الله للتعليم الأساسي دي دي يعني 50% من نجاحي بنسبة كبيرة قوي قوي احنا طبعا يعني لازم الفضل يروح لأهله وهو أباين على حضرتك وعلى اليمكن أنا أعرف المنطقة اللي أنت عاش فيها وعرف أن أنتوا ملتزمين قوي بحفظ القرآن وبالتعليم وأن أنت مش النموذج الوحيد هناك أنا عرف أنه في نموذج نموذج تانية كتير بسبب مدرسين والناس الأفاضل دول احنا بس حبايا نبرز الشخصات النجحة اللي موجودة هناك وامرنا ما هننكر فضل مكان أو فضل حد علمك أو إداك دعم طيب احنا عاوزين يا محمود نعرف أنت ليه تفضلت تروح مدرس متفوقين ومشروحة مدرس عادية أول مدرس متفوقين أنا أول ما سراشت عنها لقيت أن أصلا نظام التعليم مختلف تماما عن التعليم هنا في مصر احنا هنا ناخد منهج ولو حفظت المنهج وجبت درجة النهائية بأنت الطب في الفصل وكده فده دي مش طريقة أصلا في مدرس متفوقين احنا المنهج بتاعنا عبارة عن ريسرش كتير ومعندناش منهج معناش لمة معاية يعني مطلوبة للطالب أنه هو اللي بيحدد المنهج اللي هيذكره ويحدد المنهج اللي يمتحم تيه هو متحدد بس أنت بقى بتتوسع بقى براحتك يعني وبتشوف المنهج على النات وبتفيه ريفرنتز كتير بتتساكر منها وكمان بالإنجليش ما فيش حاجة عربي حتى العربي بيجي فهما مش حفظ اللي هو كده تعبيرات جمالية احنا معنا معنا اتصال الاستاذ احمد تفضل ماشي عليكم السلام عليكم ماشي عليكم السهبي في مسابقة المكتبات على التأليف قصة طيب شرح لنا بقى القصة ديت كظروفة ايه او انت ازاي برضو موهبت التأليف عندك وازاي انت عرفت تواقفة بين دي وبين الموهب اللي عندك كمان كنت انا في الاعداد دي فكانت في المدرسة بيقولوا في مسابقة تأليف قصة قصيرة كنت على مستوى الجمهورية صح مستوى جمهورية فقلت انا كنت قاعد في المكتبة فكنت قاعد في البلايك عادي فكتبت وانا قاعد حصة فقلت يعني اقدمه خلاص وانا حظ يعني يعني انت جات لك من بصوت جات كده وطلقت القول على مستوى الجمهورية وخطفة ده لزار لانت معادي خارز احمود طيب احنا بقى عوزين نعرف انت مين خدوتك ومين الناس اللي كانوا بيشجعوك يعني دايما الواحد لما يكون عاوز يوصل لهدف او حلم بكل خدوة حد حطه قدامه ويكون فيه ناس او جنود في البيت بيساعدوه ان هو يحقق حلمه يوصل لهدفه يعمل الحلم اللي هو نفسه فيه بالطريقة اللي هو عاوزها حتى لو اثر في بعض الجوانب او كان في بعض المعوقات قدامه ما يخلهش ينكسر لا ده هم يسندوه بحيث ان هو يعرف يوصل لهدف بتاعه فانا طبعا كدوتي وكدوتنا كلنا رسول صلى الله عليه وسلم فالله بيساعدني دايما هم اللي كانوا بيساعدوني بابا وماما ومنهم لها تحية كبيرة 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 جدا جدا من هنا ماما ثابت معي كتير قوي ويعني هي ترمي الأساس ان انا بضلت ثابت من اتدائي لإعدادي باستوى ما تغيرش وبابايا برضو كان دايما معايا وبيساعدني واي حاجة يعني ما كانش بيظهر لنا اتهزو او اقع او اي حاجة وكان دايما بيقولي دايما نصايحي لقدام يعني نظروني الوالد والوالدة هم كانوا بيساعدوك طبعا اخواتك طبعا اخواتي برضو كانوا بيشجعوني يعني احتاجت من حد حاجة كان بيقولي عليها وكده كانوا معايا في النحن احنا معانا تصوال لأستاذ خالد تفضل هالو سلام عليكم عليكم سلام محسن ايه؟ ايه؟ لاتصرت قطع بطريبا زميلك عايزينك اللي مكن في المدرسة باستوش عارفيني هتواصله معانا طيب احنا عايزين بقى نعرف ان انت عارف ان انت ممكن هيتم تكريمك ضمن مئة شخصية مؤسرة في الوطن العربي طيب انت ايه ردك على الكلام ده او ايه صحة الكلام ده؟ انا كنت قدمت على التكريم ده هما كانوا طالبين انجازاتك ويعرفوا انجازاتك ويقيموها والتكريم ده هيبقى مدوم من السفارة التقريبية الألمانية وهيحضر وزراء وكده فقدمت واتقابلت في الان اتقرب من مئة شخصية مؤسرة في الوطن العربي طيب ما شاء الله طيب انت فيه نصايح توجهها للشباب يعني فيه نصايح معينة انت ممكن توجهها للشباب؟ طبعا اي حد في سني دايما اني في سنوي دايما بص اللي انت بتحبه ما تبصش للحد بيقولك عليه اللي انت بتحبه اشتغله وتعب فيه اكتر حتى لو ايه حتى تكتهت فيه ولو اشتغلته مش هتحس بالتعب وبرضو بقول ان اهم حاجة نشتغل عليها كشباب اصلا البحث العلمي البحث العلمي مهم جدا جدا في الايام دي وفي المستقبل ومستقبل مصر يعني انت بتخلي الشباب انهم يشتغلوا في البحث العلمي يركزوا في حاجات برا السندوق مبقاش ملتزم بمنهجه الدراسي مبقاش ملتزم بالحاجات السبتة اللي هو هيخده في المدرسة يبقى هو عنده طموح وهدف ان يحقق حلمه طيب يا محمود احنا دايما عرفنا ان انت كنت حافظه القرآن وكنت بتألف القصص والكلام ده كله طيب انت فيه مسابقات تانية دخلتها حصلت فعلا مراكز تانية حاجات تحقاتها في حياتك تانية ممكن تقولين عليها هذا وانا هنا كنت في مسابقة سنة الفت كان مسابقة روبوتكس في المدرسة كنا عاملين روبوت ريس عادي كنا عاملينه بالبروجرامنج أردوينو دخلنا بيه المسابقة كنا متوفق اناش كان الروبوت كان شغال وزال فل بالليل بس الصبح حصل ارور بسيط فاخدنا فيه مركز ما كناش مركز اول بس الحمد لله كان اجتعادنا والروبوت اشتغل الحمد لله وطمحته واشتغلته وبرضه ما اقفكوش ده يعني مهما يكون فيه معوقات ما بتكسرش الناجح دايما نتعلم انه لما يكون شخص ناجح او عنده هدف او عنده طموح مفيش معوقات هتكسره مفيش صدمات هتخليه يقف عن حلمه مفيش ناس محبطة او مصبطة او ناس هتحاول تكسره وتقفه هتكسر الناجح ناجح مهما المصبطين عملوا مهما الدنيا كان فيها مشاكل مهما كان فيه مطباط مهما كان فيه ناس فاضية كل هدفها في الحياة انها تعطل الناس الناجحة وكل هدفها في الحياة انها تشوه صوت الناس الناجحة دي لا ده هو الناس دي هتنجح وهتوصل ومصر هتكبر بيهم مصر محتاج الناس دي بلدنا في الوقت الحالي محتاج الناس دي محتاج الناس اللي بتنجح اللي بتشتغل اللي بتفكر اللي هدفها انها توصل اللي هدفها انها تحقق حلمها اللي هدفها انها تنجح مش هدفها انها تكسر ما دي في النجحين مش هدفها انها تضيع مستقبل ناس او تضيع احلام ناس الناس اللي هدفها انها تكبر وتنجح البلد في ظهرهم والبلد دايما معيهم وعلى الزكر وعلى دايما بيجي في بلنا امكان احنا النهاردة يوم متأخر شوية بس الاسبوع ده كان فيه ذكرى الاحتفال من وصل السادس من اكتوبر وده كان اكبر نجاح واكبر حلم كان كل مصر بيحلمه واكبر دليل اننا شعب مطرابط وشعب نسيج واحد وشعب كله هيقف جنب بلده في وقت الزنقة احنا يعني بنهن الشعب المصري بانتصار اكتوبر العظيم اللي لسه يدوبك كلها من ايام كان موجود وكنا بنحتفل به وبهن شعب مصر كله بنجاحاته وبابناءه المتفوقين امثال محمود وبقول لكل واحد ناجح وعنده هدف حافظ على حلمك ما تيقسش ما تخافش مهما يكون في معوقات او مصبطات او الناس عاوزة تخليك تتخلى عن حلمك لا خليك ثابت خليك ناجح خليك دائما نحط قدامك حلم وهتوصله طول ما انت مركز فيه هتوصله برضو من ضمن الحاجات الجميلة اللي مرت علينا الفترة اللي فاتت اليوم العلامي للسيادلة كان برضو الفترة اللي فاتت وكان احتفال العلامي ليهم طبعا بنهنيهم بنهنيهم لانهم من اشياء المهمة او من الناس المهمين او من الاضلع المهمة في اضلع الفريق الطبي كان ده اليوم العلامي للسيادلة كان تريبا من اسبوع برضو من الحاجات الجميلة اللي احنا بنفكر بها الناس بالنجاحات وبالطموحات وبالأهداف والإنجازات اللي اتحققت في مجال التصنيع الدوائي دايما كلمة أخيرة بحب أقولها لكل الناس أن انت طول ما انت عندك هدف وطول ما انت عندك حلم وبتشتغل عليه وبتركز فيه وعاوز توصله انت هتوصل هتلاقي في دولة بتدعمك هتلاقي دايما فيه إنجاز ونجاح انت بتعمله فما تخليش حاجة خالص توقفك في حياتك دايما خليك كل هدفك وكل حلمك أنك انت تحافظ وتوصل للحلم اللي انت بتحلم به يا محمود انت تقريبا احنا تكلمنا هكذا حاجات كتير جدا عن حياتك ووصلناك للناس وعرفنا للناس أن فيه شباب مش حلمهم ممثل أو مغني أو حد من الناس طبعا محترم من كل الناس أنا أقصد أن مش حلمهم أحلام تقلدية يعني مش أحلام تقلدية ما بيحلموا بيها لأ دايق قصة كلها أن انت كان طموحك من انت طفل عالم لوقت دكتور أحمد زويل لما كبرت برضو طموحك أنك تبقى عالم زيه لما دخلت وسط المتفوقين ده انت داخل وانت متفوق على محافظة كاملة لما حبيت تخش في القصص تفوقت على جمهورية كاملة لما تكلمنا في قصة مشكلة المياه أنت هدفك العالم كله وهدفك مصر اتكلمت بحاجة متوفرة عندنا زي المياه وموجودة بكسرة بس تبصوا لقدام أن لو حاصلت المشكلة دي أنا أكون سابق الناس بخطوة ما يكونوش الناس سابقين بخطوة أنت شرفتنا يا محمود وكاد حلقة جميلة أنا استفدت منها جدا واتمنى كل الشباب واتمنى كل الشباب يكونوا يعني دايما إيه أنت هدفهم وانت يعني خطوتهم وانت أحد يستفدوا منه ولو أنت عاوز تقول حاجة للشاب احنا ممكن نسمعك تمام عشان أقول الشباب دايما يعملوا ويتعبوا وربنا دايما بيوفق أي حد بتعب وبواجه ورضو رسالة لصحابي اللي ساعدوني كثير كانوا مدرسة متفوقين كنت دايما جنبي مهما كنت دايما ما بتعب أو بقع في المدرسة كنت دايما جنبي وبيساعدوني وبيقولولي ما تيأس ربنا معاك وكده فبوجه لهم تحية وإحنا كمان بنوجه لهم تحية لكل الناس اللي قوفوا جنبك وساعدوه أعزائي المشاهدين كانت معاكم النهاردة أولى حلقات برنامج العشرة صباحا أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا بكل كلمة قلناها وأتمنى أن كل الشباب ياخدوا من الناس اللي بيطلعوا معنا قدوة ويا رب يا رب دايما أن نفتكم ويا رب دايما أن نكون دعم ودافع لكل الشباب نورتونا ومعالف سلام